اشتركوا في القناة نقابة المهن الموسيقية هذه الانباء في تصريح خاص لليوم السابع واكد انه توصل بشكل شخصي مع شيرين عبد رهاب وانها بتقضي اجازة الصيف رفقة اولادها وزوجها حسام حبيب في احد المتجعات السياحية واكد لما اشار اليه مدير اعمالها بانها هتقيم عدد من الخفلات خلال الايام المقبلة تاني بنوضح لكم المدير اعمال الفنانة شيرين عبد رهاب نافأ الانباء اللي تم تداولها عن انتحار الفنانة شيرين مؤكد انها تعقدت على احياء عدد من الخفلات خلال الفترة المقبلة من ناحية تانية كان الملحن عمرو مصطفى علق على تسريب اغنية بعنوان مدينة بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب عبر موقع يوتيوب بعد ايام قليلة من طرحه نفس الاغنية لكن باسم مختلف بعنوان هفتكرك ايه؟ بصوت المطربة مي فاروق وقال عمرو مصطفى لليوم السابع ايضا ان شيرين عندما مرت باسمتها الاخيرة كان عندهم مشروع الحان اربع اغنيات مع بعض وانه فوجئ بتسريب الاغنيات من الاستوديو الخاص بيها بهذا الوقت شيرين مش مستحملة حد يهاجمها زي ما قال بالظبط اضاف احتراما لشيرين عبد الوهاب انا لم اهاجمها او قالوم عليها لكني قررت قال اي لحن في اي استوديو لأي مطرب وقال اي مطرب هيغني اغنية ييجي يغني في الاستوديو بتاعي وتابع عايز اقول لجمهور شيرين اهدى شوية انا بعمل عمل انساني معاها كان المفروض اني اخد مواقف ضدها لكني ما عملتش كده في نهاية تصريحاته قال عمل مصطفى لليوم السابع انه هيخاطب اليوتيوب لحسف الاغنية لانه بيمترك حقوق ملكية كمان من فترة شارك الموزع الموسيقي نابولتسي صورة بصحبة النجمة شيرين عبد الوهاب داخل احد الاستوديوهات عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق على صورة وقال مش محتاج وصف ولا تعليقات فقط الحب انهالت التعليقات من المتابعي نابولتسي ومحبي شيرين عبد الوهاب بالمتح طالبه بعمل غنائي جديد يجمعهم سواء وكانت شيرين عبد الوهاب احدة حفلة غنائي بمدينة جدة السعودية قبلها قدمت من خلاله مجموعة من اشهر اغنيها على رأسها مشاعر حب جنة سبني يليالي طم من قلبي كتير بنعشاء وكذبين وطلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب انها هتغني لبلدها مصر خلال حفلها بجدة دي كانت فقطيتنا لحضراتكم عن نفي مدير اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب اخبار انتحرها بتناول بعض الاقراص انا بشكركم بشكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء